يعلم بحضراتكم مرة اخرى اشرفني ونورني في هذه الفقرة زمالنا العزيز محمد جمال محلل رقم 10 اجيمي بنور الدنيا حبيبي يا كم اخبارك ايه بصوا يا جماعة بصوا يا جماعة اقول لكم بصراحة جيمي ما كانش مقدر له ان يكون دي في النهاردة كلمته وطوله دي بتبقى موجود النهاردة ولازم موجود النهاردة عشان ياخد حقه الراجل دا كان معايا من اسبوع وقال نصا كده قال لي صفقة وسام ابو علي لعب الفلسطيني هيتم حسمها بشكل رسمي يوم 8 يناير وقد كان انا ما ظنش انا دايما ما بدي عيش ان احنا ننفرد واخبار حصة يمحبش الجمال دي دايما يعني كل الناس بتكتغل كل الناس بتشتغل بس هو اكتر واحد قالت قول الفاصل في هذه الصفقة كان لازم ياخد حقه وهو موجود على الهوى بصراحة يعني حبيب يا كيمو اشكرك طبعا وده شغل البرنامج كله شغل الناس يعني مش مش شغلنا حبيب وفي الاخر انا عايزت بتكلامي معلش انت لسه هتقول كلام حيضو بس انت انا عايزت بتكلامي شوفوا جيمي قال ايه ونرجع نسمع جيمي بقى تفصينا عن اللاعب خليكم معنا بليه الدنيا ويقفت دلوقتي بسبب الاعيات والراجل قال لي احنا جونسون ادرستروم قال لي مش هنشوف اي حاجة ولا هناخد اي قرار ولا هنتكلم في اي حاجة اللي يوم اللي يوم تمانية تمانية يناير بعد نهاية الاعيات تمانية يناير فما فيش اي حاجة من هنا لحد تمانية يناير فيما يخص النادي تعال روح للعب بقى ووسام أبو علي وعلى مسئوليت ووسام أبو علي ووسام أبو علي موقع موقع عقود انتقاله للنادي الاهلي الكترونيا من عشرة ايام لا ما تهزرش موقع عقود انتقاله للنادي الاهلي مدة اربع سنوات ونصف الكترونيا وانا عشان راجل طيب بقوله لا ما تهزرش تلقى الراجل فعلا ما بيهزرش يا جماعة عشان ما كنتش بتهزر بروع عليك لا يعني حاولنا قدر الامكان والراجل يمكن هي دي ميزة بس للناس برا انه يا بيقولك معلومة يا بيقولك مش علق يعني هما دي الميزة دايما عشان كنا دايما بنحاول نعم احنا عندنا احيان بيوديك يقولك فيه لا ما فيش لا هيوديك والوقع لا كتير روح يجري وانت اه لا فيه لا ما فيش ويكونوا بيتحرك في التجاهة التانية وحقوا يعني لكن احنا بنحاول عشان دي ما انت قلت يقول المعلومة يا ملهاش في راحة بنحاول نتحرد دقة ان احنا نروح لأكتر من مصدر دايما علشان نحاول القدر المستطاع بنكتهد يعني ان احنا نحاول نجيب المعلومة قولي بقى على طول احنا للأسف انت عارف احنا ما أنا خمس دقائق ماخ كواليس التصل ايشوف كل حاجة عايزك تلقائف خمس دقائق طيب انا خلصتهم دقائق طيب في بعض الحاجات طبعا للمصدر وعلشان مصلحة اللاعب علشان مصلحة النادي وعلشان مصلحة النادي وعلشان مصلحة فريقه والاصلي ما بنكشفش عنها في وقتها بيمكن من ضمن الحاجات اللي احنا ما قلناش في وقتها بقى قلتلك فيه بجملة ممكن كانت في بقية الفيديو لكن لديق الوقت يعني عرضنا للأربعين ثانية الخمسة واربعين ثانية انه قلتلك ان الملف ده الاهلي شغال عليه من 40 يوم قلت 40 يوم تحديدا يعني النهاردة في التصريح الرسمي بتاع مدير التعاقدات النادي الاهل الامير توفيق قال احنا شغالين بقى لنا شهر ونص على على اللعيب لجنة السكاوت عرضته على الناس القصة خلصت وافقه في الاهلي طب ايه بقى التفاصيل المهمة اللي بقية واللي كان شوية المصدر بيتحفظ على ذكرها في حينه رقم واحد اللعيب ما كانش عنده باسبور فلسطيني اللعيب خلص الباسبور الفلسطيني ده اللعيب خلص يوم 12 ديسمبر بعدين كل ده الراجل خلص الباسبور فلسطيني عشان يوقع في النادي الاهلي فكانت رغبة اللاعب الشديدة انه هو يوقع في النادي الاهلي وفي ظل الاحداث ما بيش هي معلومة مسننة بي عشان الناس بوظة وناس عرفها بس فيه ناس برضو مش عارفها ليه لازم الباسبور الفلسطيني علشان يعامل كلاعب مصري علشان الاهلي عنده أدد أجانب مكتمل فلازم يجيب لعيب فلسطيني وعمل معاملة لعيب المصري فهو لعيب فلسطيني دينماركي لكن كان معا باسبور دينماركي بس الاهلي بعدها بأسبوع يوم 20 تقريبا كنا احنا موجودين هنا في نهاية شهر ديسمبر كريم وترك من 10 تيام وقع بعدها باسبوع اللعيب وقع على عقود انتقاله لنادي الأهلي قبل حتى ما يتم الحسم بعدين دخلوا فيه مفوضات كتير جدا مع فريقه والقصة راحت جاية وفضلة الأرقام